موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة القدس التي عنوانت جوجل تطلق خدمة للمسلمين بتحديد مكان القبلة أطلقت شركة جوجل خدمة جديدة للمسلمين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة وسهولة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتأتي هذه الخدمة المقدمة من جوجل بسبب بحث عدد كبير من مستخدمي الانترنت عن برنامج لتحديد اتجاه القبلة للصلاة وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت بيضة يوميا تساعد على طول قامة الأطفال أفادت دراسة جديدة بأن تناول الأطفال الذين يعانون النقص التغذية بيضة واحدة يوميا قد يساعدهم على النمو بقامة أطول وتعد هذه الوسيلة رخيصة التكلفة لتجنب التقزم أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنوانات كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري استطاع علماء من كوريا الجنوبية استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد وقال العلماء إنه تم إنتاج عينات اختبار تشبه إلى حد بعيد الجلد البشري الحقيقي وبتكلفة صغيرة جدا وصحيفة البيان الإماراتية فقد عنوانات سفن ذاتية الملاحة بحلول عام الفين وخمسة وعشرين بدأت شركات شحن يابانية التعاون مع شركات بناء السفن من أجل تطوير سفن شحن ذاتية الملاحة وستستعين السفن الذكية بتقنيات ذكاء الاصطناعي من أجل تحديد أقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا وكفاءة للوقود موسيقى